إذن إلى موضوع آخر حيث تترقب الأوسط السياسية والاقتصادية نتائج اجتماع تحالف أوبيك بلاس في فيينا اليوم حيث تبينت التوقعات حيال خفض الانتاج الخام ما بين مليونين إلى نصف المليون برميلة اجتماع تترقب نتائجه الأسواق العالمية الدول الأعضاء في تحالف أوبيك بلاس المصدرة للنفط تلتقي في فيينا لتدارس خفض الانتاج لضمان عدم خفاض الأسعار أسعار تراجعت على مدار ستة أشهر متتالية بواقع أربعين دولارا من ذروتها في مارس الماضي بفعل التباطئ الاقتصادي التحالف الذي يضم ثلاثة وعشرين عضوا وهم ثلاثة عشر دولة أعضاء في أوبيك بقيادة السعودية مع عشرة شركاء منتجين من خارجها بقيادة روسيا ينتجون أربعين في المائة من إجمالي الإمدادات في السوق العالمية ويستعدون لأكبر خفض للإنتاج منذ عام 2020 بما يتراوح بين نصف مليون إلى مليوني برميل تخفيض الإنتاج من شأنه تقليص الإمدادات في سوق النفط في وقت يحذر فيه مسؤولون بشركات الطاقة من معاناة الأسواق خاصة مع تقلص الإنتاج الروسي مليون برميل يومية ووفقا لوكلة الطاقة الدولية فإن إنتاج أوبيك خلال أغسطس الماضي كان أقل من المستويات المتفق عليها بنحو ثلاثة ملايين ونصف المليون برميل يوميا على النقيض تماما تضغط الإدارة الأمريكية لخفض الأسعار إذ أكدت واشنطن ضرورة أن تلبي إمدادات الطاقة الطلبة في الأسواق لدعم النمو الاقتصادي وخفض الأسعار للمستهلكين في جميع أنحاء العالم أسعار النفط لم تنتظر القرار لتواصل تحقيق المكاسب مرتفعة فوق 90 دولارا فيما يتوقع التجار والمتعاملون أن يقترب خام برينت من 100 دولار للبرميل بحلول نهاية العام أسواق الطاقة في تبدل دائم ما دامت الإمدادات متغيرة والأسعار متأرجحة بين الهبوط والارتفاع طالبت الولايات المتحدة تحالف أوبيك بلاس بعدم المضي في إجراء تخفضات محتملة في إنتاج النفط ونقلت رويترز أن واشنطن ترى أن العوامل الاقتصادية الأساسية لا تدعم خفض الإنتاج يأتي هذا في أعقاب توجه دول أوبيك بلاس نحو إقرار خفض لإنتاجها النفطي خلال اجتماعها اليوم يتجاوز مليون برميل يوميا للمزيد نقرأ حول هذا الموضوع ينضم إلينا ساعدة السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة القطرية الأسبق أهلا بك سيد الوزير إذن ترقب لنتائج اجتماع تحالف أوبيك بلاس في فيينا وتوقعات بخفض الإنتاج غير معروف حتى اللحظة إن كان سيصل إلى مستوى مليونين برميل أم عند حدود نصف مليون لنفهم إنعكاس هكذا نوع من القرارات علينا أن نفهم بداية الخارطة السياسية للنفط بالنظر إلى الوضع الحالي والاحتياجات العالمية للنفط بالنفط يعتمد اعتماد كلي على ما يسمى بالعرض والطلب وعلى قوة السوق أو ما يسمى بالماركت فورس يعني إذا كان الأوبك بلاس سوف يخفضون الإنتاج فأكيد عندهم دراسات تقول هل العرض أكثر من الطلب وإذا كان العرض أكثر من الطلب فهنا يعني يجب عليهم اتخاذ قرار بتخفيض الإنتاج حسب ما حتى يتساوى العرض والطلب فيه أكان مليونين أو كان نصف مليون أو مليون هنا يجب أن يحسب ما العرض أكثر من الطلب بماذا ولذلك هناك يعني طبعا نرى الآن يعني فرضيات غريبة وعجيبة تطرح من الاتحاد الأوروبي أو من بعض يجب أن يكون هناك فرض السعار محددة للغاز والنفط موحدة وهذا شيء للنظرية غريبة جدا يعني كانت في النظم الرسمالية يقولون اترك كل شيء للسوق السوق هو الذي يحدد ولذلك أول عرض والطلب أما الآن الدخول في الافتراضيات هذه تحديد سعر النفوط والغاز من قبل الاتحاد الأوروبي وغيرها هذا كأننا نشعر كأن هناك استعمار حديث أو الاستعمار الجديد يريد أن يحدد هذه فقط الكمادتيز أنا في نظري لماذا أيضا لا يتحدث كل الكمادتيز إذا كان هذا ما يؤمن به الاتحاد الأوروبي طيب وبالتالي هذه الخطوات نعم طيب وبالتالي هذه الخطوة في خفض الإنتاج إن اتخذتها منظمة أوبيك بلس اليوم بناء على العرض والطلب كما ذكرت كيف سيتم التعاطي معها من المعسكر الآخر من واشنطن وأوروبا التي تطالب كما ذكرت بتحديد ووضع سعر موحد مع الولايات المتحدة التي تطالب بعدم خفض الإنتاج والتي كان لها زيارات للرئيس الأمريكي مخصوص إلى السعودية قبل فترة وكان جزء مهم من حديثي حول هذا الموضوع هذا ليس بجديد حدثت في السبعينات حدثت في الألفين نحن كنا نتذكر أنه وما يسمى بالأويل شوك في 1973 أوصل الأسعار في 82 دولار وكان طبعا 36 دولار في ذلك الوقت كان مبلغ كبير ثم انهارت الأسعار في 85 وصلت حتى في التسعينات أقل من العشر دولارات ثم بعد الألفين عندما دخلت الهند والصين بشدة في السوق وبدأوا يعني طبعا في مرحلة تنمية ضخمة واستهلاك ضخم من النفط والغاز ارتفعت أسعار الغاز إلى وصلت أسعار يمكن وصلت إلى 120 دولار وسمعنا كل هذه الأصوات في ذلك الوقت يعني أنا تذكر في التسعين في الألفين أنا كنت رئيس منظمة الأوبك في ذلك الوقت تلقيت تلفورات من وزير الطاقة الأبريكي ومن بعض الوزراء الطاقة الأوروبيين يضغطون ضغط شديد جدا وكان في ذلك الوقت ارتفع أسعار النفط 45 دولار يعني بعد الألفين بدأ يرتفع شوية شوية إلى 45 وضج وضج كبيرا لما وصل 45 أتذكر في نفس الوقت أن هناك وزير التجارة الفرنسي زار قطر أحده في ذلك الوقت والتقى به وكان يعني في اللقاء كان عاصف لأنه بدأ بهجوم يعني لا لا يعني هجوم عجيب على الأوبك سيد الوزير عدر لي مضطر لمقاطعتك لنقل هذا الخبر العاجل المرتبط بسياق حديثنا منظمة أوبك بلس تعلن خفض انتاج النفط إلى مليوني برميل يوميا هذا القرار الآن أصبح أمر واقع كيف سينعكس الآن أنا قلت لك حسب القرار هم أكيد اعتمدوا على العرض والطلب يعني أنت الآن في العرض والطلب ليش أنا حط أنه نفوط أكثر وما أحد يشتريها الصين فيها الآن يعني ما دخلت خفضت استهلاكه بسبب الكورونا والإغلاق في بعض الدول الآن في التضخم الآن أخذوا القرار أنا أرجع على قصتي مع الوزير الفرنسي في ذلك الوقت هاجم الأوبك وقال 45 دولار هذا أنتوا تخططون لقتل التنمية والاقتصاد في العالم طيب فأنا أعطيت عرض قلت لها أنا مستعد أزودك بترول مجانا وحتى بس على شرط أنك تشاركني في الضريبة على البنزين 50 بالمئة هنا انصدم وقال لي خلينا نغير لسي تغيير هذا على صعيد المعسكر الآخر سيد الوزير طيب كسبا للوقت حديث مهم عننا لحظات فارقة بالحديث عن المعسكر الآخر أود الحديث الآن عن نفس المعسكر والسياسات الاستراتيجية الاقتصادية النفطية التي ترى في بعض الأحيان لنفس الحلف على أنها متباينة كيف يمكن التقليل من هذا التباير أو هل هو طبيعي يجب أن يوجد هذا التباير هم كلهم طبعا جدت تاريخيا هم يعني المواقف المتبارية إذا ارتفع أسعار النفط بدأ صراحهم إذا نزل أسعار النفط لا أتحدث عن منظمة أوبك بلاس نفسها هذا هو في الطرفين كله في التناقض بين المستهلكين والأوبك بلاس الآن هذا يعني تباين تاريخي إذا نزل النفط وبدأت الأوبك في ذاك الوقت في تخفيض الإنتاج بدأ يعني الضغوطات وبدأت أن هذا يعني تدخل في السوق وأن هذا لا يجوز وأن يجب الإنتاج أن يكون وثم إذا ارتفعت الأسعار أيضا ارتفعت يعني الأصوات ولذلك نشوف وهذا الخط ليس هو بالأول وليس هو بالأخير وأيضا التباين بين المعسكرين سوف يستمر على يعني سوف يستمر يعني استمرار طويل طويل اللاجل نعم شكرا لك هناك ليس هناك يشوفي ما حد يقدر يستطيع طبعا أنا أتفق معك أنه فيه كمية من النفط الروسي أو الغاز الروسي خرجها من السوق ولذلك هناك يعني بس هل هذا أثر على السوق الآن خاصة في هذه نحن نشوف الآن أن هما الأوبك بلس قارنوا الآن تقفيض بنيونين اعتقادا أن هذا سوف يجعل العضو الطلب على مستوى واحد تم شكرا لك على هذه المشاركة معنا السيد عبد الله بن حمد العطية نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الطاقة القطري الأسبق شكرا لك